هذا ورفع عدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير بمناسبة اعتماد سموه اليوم الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمال نفقات بلغت نحو 33 مليار و 600 مليون درهم والتي تعكس المتانة المالية للخطط المستقبلية لإمارة الشارقة ومسيرتها الثابتة لتحقيق النمو المستدام على كافة الأصعدة وتؤكد مجددا أن إمارة الشارقة ماضية بقوة في تنفيذ خططها التنموية وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام إن موازنة العام الجديد تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للإمارة ومناخها الاقتصادي المميز ومدى التخطيط الاستراتيجي لمستقبل إمارة الشارقة لافتا إلى أن تخصيص 11% من الموازنة للدعم الاجتماعي والمساعدات يعكس اهتمام سموه في تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتضعنا أمام مسؤوليتنا وديمومة العمل الدؤوب من أجل تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا وترجمة أفكارنا وهذا ليس بالأمر الغريب على صاحب السمو حاكم الشارقة فكما اعتدنا من سموه لا ينسى أبناؤه ورعيته والمقيمين في أرض الإمارة الباسمة ترجمة نانسي قنقر